السلام عليكم تحية طيبة متابعين الكرام كثير من الاخوة الكرام يسألون ما هي المواد التي يحتاجها لصب اساس بيت بمساحة 50 متر طابق واحد او طابقين شريطي ورفض وفرق المواد بين طابق واحد وطابقين وكذلك الفرق بين الرفض والشريطي من ناحية المواد ان شاء الله هذا الفيديو رح يوضح المطلوب اخوة الكرام لا تنسونا الدعاء والدعم لنستمر ايضا تنويه اخوتي الكرام اسعار مواد البناء التي سنذكرها بالفيديو موجودة بقناتنا الثانية اسم القناة اسعار مواد البناء في العراق ورابطها بالوصف عذرا على الاطالة اولا الاساس الشريطي لطابق واحد فقط ارتفاع الاساس 40 وعرض الاساس 40 السمنت رح نحتاج طنيين الا ربع والرمر رح نحتاج الزوز ونص الحصو رح نحتاج الزوز جين ونص عديد التسليح اول شيش رح نحتاج نص طن هذا بالنسبة للأساس الشريطي لطابق واحد فقط ارتفاع الاساس 40 وعرض الاساس 40 ايضا ثاني الاساس شريطي لطابقين ارض الاساس 50 وارتفاع الاساس 50 ايضا لمساحة 50 متر الاسمنت رح نحتاج ثلاثة اطنان الا ربع الرمر رح نحتاج الزوز جين الحصو رح نحتاج تك حديد التسليح او شيش رح نحتاج ثلاثة ارباع الطن الاحجام والاوزان الواضحة امامكم اخوان هي احجام واوزان هندسية ارقام اللي انطيت هنا انا ارقام تقريبية ثالثا اساس رفض لطابق واحد ارتفاع الرفض 30 اخوان ارجع عدم المبالغة المساحة 50 يعني طابق واحد الرفض اذا كان ارتفاع 30 جدا كافي اسمنت نحتاج خمس اطنان الا ربع الرمر نحتاج ثلاثة ازوجات ونص الحصو رح نحتاج تك ونص تقريبا الشيش او حديد التسليح رح نحتاج طين ونص مثل ما واضح القائمة امامكم بالحسابات الهندسية للأوزان والاحجام رابعا اساس الرفض لطابقين ارتفاع الرفض 40 سنتيم الاسمنت الاسمنت الست اطنان الرمل تاك الحصو سيكس تقريبا وحديد التسليح او الشيش طنيا هاي بالنسبة لأساس رفض لطابقين ارتفاع الرفض 40 سنتيم اخوتي الكرام لا تنسوني ووالدي وان شاء الله مستمرين ياكم في تكاليف الاساسات لبقية المساحات وايضا مراحل البناء من بناء واساس ودنق وصب سقف وان شاء الله كل التكاليف راح اتكرهين فيديوهات قادمة ان شاء الله ومثل ما قلنا لا تنسوني ووالدي مخارس دعاكم ودعم القناة لنستمر ورفع معنويات حتى نستمر ياكم ان شاء الله وقدمتكم تحياتكم